مرحبا اليوم بدنا نحكي عن سيارات المعارضة ومعارضة هوب هوب يعني انت اذا راكب سيارة ومفضيلها فوتيس او داعز دبرياج ايه شو بصير داعز الطعب بتعرى واقفة هذا اللي عم يصير فينا ايه المشكلة من زمان قديمة وقت كنا يعني بيقول لو لاحيد بذكرني بطفولتي وقت كنا بطارعين جديد على السياسية بالسبعينات بنفكر انه يعني الجماهير بسبدها فكر يعني الجماهير بحجزة تلحالها بستعدة تعمل ثورة بص نقصها فكرة فكر يعني ززعنا لمنشور حطينا منشور فوق الجماهير صار يعني القضية يعني مجرد نحنا كتبنا بيان او منشور او كذا او الاخرية يحرك الناس يعني الفعل يبدأ بوين يبدأ بالفكرة طبعا هاي بأخودي عن النظرية الروسية انه يعني لينين جاب الفكرة ما كان يعني فيه فكرة كتير جاب الفكرة قامت صارت شوية صارت الاتحاد السوفيتي العظيم يومتا كان يومتا كان المهم فدلوا هدول اليساريين شو دلوا بيعندهم فكرة انه مجرد انت كان معك فكر كافي خلاص ما فيه داعي تروح للناس كذلك يعني المتور مطفي بتحط اوال بتحط ثاني بتحط اوال تمشي بتحط لورا تمشي لورا يعني مثل ما بدك بس المتور مطفي نسيان انه المتور مطفي وقامت الثورة حاولوا الاخوان يركبوا بنفس الطريقة بس ما زلطت معهم انه قامت الثورة ثورة على شيء احساس عاطفي نخوي شو اسمه لعب شو ما بتكون سموه قامت الناس ضايجة ضايقة مخنوقة قامت بالثورة اتل هاد نظام اتلوا النظام دمروا هذا دمر هذا بدلت بلا فكر فدل شو دلوا المثقفين اليساريين شو بدهم بدهم دائما يعملوا فكر يخلقوا فكر فاجتمعت شو شخصيات سورية اطلقت على نفسها مجموعة مسعى طبعا كلهم رفقاتي بحبهم لانه بذكروني بطفولتي السوريات والسوريين طبعا السوريات قبل السوريين عقدت مجموعة من توجهات ومشارب مختلفة من توجهات ومشارب فقط يسار لقاءا حواريا مثمرا بجهد سوري مستقل في العاصمة البلجيكية يعني جهد سوري مستقل يعني ما فيه حدا مويل طبعا في ناس معهم مصاري يعني يساعدوا بعضهم ما سنقول من مويل ما من مويل موضوع تاني في العاصمة البلجيكية بروكسيل يعني كان هناك اجتمعوا على الزوم أو على الواطس أو على كذلك يعني يجتمعوا على الزوم مثلا يعملوا اجتماع وفداع يروحوا يومي 17 و 18 حزيران يونيو واتفقت على تأسيس مجموعة تفكير ورائي وعمل مفتوحة لانضمام ومشاركة آخرين هلا نحن عم ننضم ونشارك وننقض لنشوف يعني شو بدل طلبنا باسم مسعة تتذكروا المنبر يعني منبر الديمقراطي مسعة نفس الفريق يعني ايه واختارت لنفسها مهمة تقديم آراء ومقاربات تتناول لحد السوري يعني بتقدم الاسلامين بتقدم الآراء والمقاربات للشعب الشعب قاعد عم اسمها اني عادين على المناصة فوق بقدمو له آراء بيقوم الشعب بيحملها الآراء وبروح بنكفزها ركيد يعني رستو كيه واشكالاته وتجلياته المتعدد الفكري والسياسي والاقتصادي والمجتمعي بالاستناد الى العقلاني السياسي والعلم السياسي من جهة وإلى رؤيتها الوطنية الديمقراطية من جهة اخرى يعني من العلوم السيكون كلهم مسقفين واكاديميين بالسياسة والرؤية الوطنية الديمقراطية يعني ما عندهم رؤية ثانية طائفية اقرت المجموعة وثيقة سياسية التوافقية بعنوان الطريق الى الجمهورية الثالثة يقولون بمبادئ الدستور يعني التأسيس الدولي هنا اربع خمسة اشخاص عادين بالمهجار يريدون ان يقرروا للشعب السوري يعني طريق الى الجمهورية الثالثة يعني يعني يرسموا على اللوحة السورية القادمة يعني انا بكتب من هون بتصيره هوني عرفتوا كيف هذه قال لكم فضي فوتاس فضي فوتاس ايه واتفقوا على متابعة الحوار يعني ما حسمت الامرهم من اجل انضاج اليات العمل الملائمة وخطط العمل المرحلية وجملة من الضوابط والمحددات التنظيمية التي تسهل قيام المجموعة باعمالها بافضل السبول يعني لسه لحد الى ما زبطت الية التفكير عندهم والية التأتام وتتأمل انه تسعى وشاركة اعضاء ومنظمون بدون ما نسمي الاسماء لانه كلهم رفقاتي ومحبهم بس بذكروني شو بطفولتي السياسي الزبادي راحت على اتحاد الاوروبي بال2005 فكان في بنتين بحبهم فوتوني على البرلمان الاوروبي واحدة اسمها روبرتا واحدة فيرونيكا فيرونيكا كان ماسك الملف الملف السوري بالبرلمان الاوروبي وروبرتا منظم الدعم الديمقراطي فطالع جديد من سوريا ومتحمس وكذا طالع من هالحبس من المفردات بدي طالع رفقاتي اخذ ورقة اخذ صور رفقاتي الوضع بسوريا فحبوا يساعدوني وفوتوني على البرلمان الاوروبي ثلاثة ايام زائر دولي حطولي بطاقة زائر نظمونا اجتماعات مع عضاء البرلمان الاوروبي كل ما نفوت لعضو برلمان يعطينا شوه نعود نحكين احنا وياه وكذا ويعطيني وراء وكتب ومدري شوه وكذا وإلى اخري اطلع العد التاني اجري اخر النهار هالقد حامل كتب وراء وكذا اصل على الباب في سلة ازبالي على الباب وزدتهم فيها تقول لي شوه هم تعمل قلت له ليكي انا بدي سياسات يعني قرارات وموازنات هذا الحكي كله بعدها ما بيطلع منه شيء قاعدين بهالبرلمان لا شغلي ولا عمله بيبدأ شده يعمل لحاله انه انا عم بيشتغل بروح بيعمل دراسة دراسة عن شغلي لا في الها موازنة ولا في دولة تثبناها ولا في جهاز تنفيذي فاطلع اخر النهار كبن رايحها ذاكي روح اكل صندويشة روح علتين هذه ثلاثة ايام هذه بالضيناها لم افي فائدة كان يومتها مقتون غازي كان عام جديد وطلع اعلان دمشق تتذكر يعني بها الفترة طلع اعلان دمشق غازي كان عام بهديك الفترة بالألفين وثمسين هلأ ليش أنا يعني ليش أنا هيك يعني عم بعمل يعني لأنه هلأ اليوم مثلاً أنت حتى الفكرة تتحول لفعل حتى الفكرة تتحول لفعل بدك أول شيء ناس مقتنعة بالفكرة ثاني شيء ناس عندك قدرة إن تنفذها وراغبة إن تنفذها هاي دي لحتى في النهاية لأنه في النهاية بدها قوة يعني إذا تقول ثورة سلمية تحط لفكرة ثورة سلمية بتروح بالتعامل سلمية بضربها بالكيماوي ما عاد في ثورة إذن الآلي التنفيذ مو متناسبة مع العدو عرفتو كيف إنه هو عم يطلق النار وإنت سلمية عرفتو كيف مثلاً هاي دي أحد الأخطاء اللي يعني وعو فيها أخي لازم تكون الثورة السلمية الثورة السلمية وقت بيكون العدو مثل المستعمار البريطاني مثلاً استعمار البريطاني بالهند بده ثورة سلمية لأنه ما فيك تواجهه عسكرياً بس فيك تواجهه حقوقياً وإخلاقياً ومدر يشوف كذا والآخرين يعني استعمار متحضر مثل ما يقولون عدوك همجي داعش مثلاً أو نظام أو بشار أسادي ما فيك تواجهه سلمية 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 ما بتزبط سلمية سلمية بتصير بعدين الله محيي الجيش الله محيي الجيش ما بتزبط عرفتو كيف فهذه الآلية إذن إذن آلية التنفيذ بد نهاية مين بتنفيذ مين القوة بتنفيذ هل هذه القوة هي جيوش دول إذا جيوش دول بدها سياسات وقرارات وموازنات بتشتغل في مكينات في جيوش أجنبية بتشتغل أجهزة المقابرات في قرار التنفيذ شغلي معين ويننفذوها في أجهزة طبز ما فيه أجهزة وما فيه قرار دولي شو بده بدك شعب ما هيك الشعب كيف بدك تنظمه كيف بدك تحركه كيف تغطوده هاي الشعب نزل على الشوارع وقاتل وكذا بدون بدون قياة وقال كان بده قيادي حقيقية هربتوا وعدتوا بالفنادي صرتوا لزلتوله بيانات ولا ما بدنا مسلحة إحنا ما بدنا مدري شون إحنا مدري شون ما بدك ما بدك ما بدك تغير لأنه في النهاية أنت مستعدة أكثر ما أنه تعطل من شغلك يومين وتروح على بروكسي لتعمل سياحة أكثر من هيك ما عندك يا أما مثلا بتطول دقنك هيكي وما بتحلقه لا يسقط النظام يعرفتو يعني بدل مطول دقنك وما بتحلقه لا يسقط النظام يعني هيكي كمان بتسقطه النظام يعرفتو كيف هاي لأنه عم بحكي هيك ليش أنا لأنه يسمعوا مثلا عاجل بدعم من منظمات التحالف الأمريكي لأجل سوريا A C سيريا S A Council S A Council يطرح اليوم بدعم من من منظمات التحالف الأمريكي لأجل سوريا يعني جماعتنا اللوبي تبعنا يطرح اليوم في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة نظام الأسد على جرام الحرب بقيت الخار تعرفوا طبعا التوقيع آخر شي شو المنظمات المجلس النواب الأمريكي اللي هو أعلى سلطة بالبلاد سلطة تشريعية يعني يريد دعم من مين من الشباب من الأطباء والشباب اللي عادين بأمريكا بدعم منهم لأنه ما يشتغل بالدعم يعني عرفتوا كيف بدعم من هدولي شو عم يعمل يطالب عم يطالب بتشكيل محكمة دولية عرفتوا كيف يعني لحاكمه نظام الأسد عم يطالب مين عم يطالب بايدن ايه فيعني تصوروا معي يعني شباب سوريين راحوا حكوا مع عضاء كونغرس عضاء كونغرس قرروا يوجهوا رسالة لبايدن لأنه ما فيهم يقرروا شو دخل شو دخل مجلس النواب الأمريكي بتشكيل محكمة دولية يعني شو شوه السلطة ليشكل محكمة دولية بيطالب بده يروح عم مؤسسات الدول ليشكل محكمة دولية يعني بده الأمم متحدة موهيك فبده يطالب بايدن بايدن بده يشتغل على موضوع تشكيل محكمة دولية طيب شكلنا محكمة دولية مين كيف بده تجيب المعتقلين وكيف بده تعتقل الناس وكيف بده توصل لأرض الجريمة لتحقق وكيف بده بده سلطة مهيك مين بده يمارس السلطة على المناطق اللي حدا وقعت فيها الجريمة يفوت على السجون ويشوف السجلات والإطبارات وياخدوا شهود وياخد مدرش وهيك المحكمة بده يكون إلا سلطة على أرض على أرض الجريمة على مسرح الجريمة وشخوصة زمال السلطة على مسرح الجريمة وشخوصة الضحايا والمرتكبين ما فيها تحقق وبالتالي مين بده يمارس هذه السلطة السلطات المحتلة لسوريا حلو تمام هل هذه السلطات المحتلة لسوريا بده تعمل عدالة يعني سؤال بزمانهم عملوا له محكمة لم يلوزوبيتش تتذكروا تركوا الجريمة اللي حتى كبرت كبرت سيربينتشا الأمم المتحدة على عيون ضباط الأمم المتحدة ولدوافع عنصرية وطائفية ودينية سمحوا للصر بيطبو جزيرة مجزرة سيربينتشا يعني معروف كان في تواطق من ضباط الأمم المتحدة معهم واعتبروها منطقة آمنة أم فاتوا عليها العالم يعدوا فيها أم فاتها دا كده تتباحهم بالخنادق بتتذكروا منطبحها منشان يستروا على فضيحتهم وعملوا محكمة دولية يحكموا فيها شخصين واحد منهم سمموه منشان ما يعني سمموه بالحبس وقالوا انتحر منشان ما يفضحوا أو ينفضحوا والتاني ما أجاب النوط نهم فالقصة إذن محكمة دولية أمتى صارت بعد ما صارت المجزرة وخلصت والآخرية هلأ اليوم ليش عم يشتغلوا هيك الأمريكان لأنه عم يفاوضوا على تايسون بعمان فالأمريكا بعظمتها ما هي حسنان يتحرك باريجي منشان صحفي عندهم وصحفي عنصر مقابرات ما حسنان يتعمل عم تفاوض النظام السوري وترشي تدفع له عقوبات ومدرشو كذا منشان تاخد تايسون وتايسون مو بيئد النظام تايسون بيئد مين بيئد حزب الله فأخذوا حزب الله وضبوا بدوا يبيعوا لا بدوا تبيعوا إيران مو سوريا يعني فاوضوا الجهة الغلط مفروضوا يفاوضوا حزب الله على تايسون مو يفاوضوا بشار أساس لأنه بزمانه ترامب قدم له سعر مغري جدا لبشار وما حسن لا يجب له معلومات ولا شي ليش لأنه مو بيئده يعني يعني حتى لو كان ميت قالوا لهم حتى لو كان ميت جيبونا رفاته يا أخي جيبونا شي عنه لو ميت تحت تحت السجون ما قدم شي معناته مو بيئده الزلمة ليس بيد النظام السوري يعني فاوضوا النظام السوري اللي بدون يحاكمو اللي بدون يستخدموها ورقة للضغط في التفاوض هذا هو السؤال هذا هو السؤال الأساسي إنه هاي دي ورقة للضغط في التفاوض ولا شو ولا هي شو اسمه وكمان بتتذكروا يعني محكمة لهاي محكمة العدل الدولي قال قال هولندا هولندا اللي عندها محكمة الجناية الدولية وبريطانيا مدربين يعني هم قرروا يشتكوا لمين يشتكوا للمحكمة العدل الدولية على نظام السوري بك يا أخي محكمة العدل الدولية مثل ما قال أنوار بني قال لهم يا أخي محكمة العدل الدولية هاي دي بيلجأوا للدول للتحكيم بين الدول بشرط موافقة كلا الدولتين يعني كلا الدولتين بدها توافق على المحكمة وعلى قرارات المحكمة لتنظر المحكمة بالخلاف بينها هذا بيقدم له هذا بيقدم له فهذا محكمة العدل الدولية بدها موافقة بشار الأسد يعني بدها يوافق بشار الأسد على أنه هو يتحاكم بمعكمة العدل الدولية عرفتوا كيف؟ ويدي بتحكم بين الدول ما بتحكم بين أشخاص وما بتحكم بالجرائم بتحكم بين الدول وفقاً للقانون الدولي فهذا كله الهوب هوب طبع المعارضة والضحك علينا وكذا ولحنا نعمل محكمة ولحنا نعمل مدرشو ولحنا نعمل ولح 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 ممنوا نتيجة ممنوا نتيجة ولا يفيدة هذا ضحك علي تقول مثل ما كنت أنا فهمتوا دغري بالاتحاد الأوروبي أخذهم من هون وكبهم بزبالي على الباب قبل ما أطلع جوا لأنه يبدأ يحملهم العتال كان يعني ماشي شيء تلت ساعة لا أحب أركب شو اسمه بالمدرشو لا تأخذ هواها بتعمل امشي يوم ماشي فبدي انتعون عشرة كيلو كتب لك وكبهم بزبالي خلاص ما لحنا رأيهم ما في وقت لنا رأيهم نرجع لحابس دغري بنونيكي مهم فهذا ملاح يساوي شيء هلا اللي عم يصير اليوم فيه شغلة مهمة انه فيه حشود روسية وفيه كذا وفيه الاخرية هيدا وتحركات من الجولانية وتحركات من تركيا واجتماع بسوتي وهذا مستنفر هيدا اللي بدو يصير اليوم بالجنوب بالجنوب لإدلب وجبل الزاوية التركي متفق مع بسوتي متفق معهم انه يسلمون جنوب الانفور وسبعة كيلو جمال وفيه منطقتين هونيك معابر باب الهواء باب السلامة بدوه شو بدو يسلمهم كمان وهو دي المناطق كلها تحت أمرد الجولانية هلأ الجولانية بدوه يقرر يمشي مع مين هوني اللعب هوني الحرب حرب مخابراتي يعني مو حرب جبهات لأنه لأنه فيه قرار فيه قرار بدو تتاقد إما قرار مواجهة عسكرية أو قرار شو تسليم ولعب هوني بقى الحرب المخابراتي بين أمريكا وروسيا مين مضبط الجولاني ومين ماسكو هوني السؤال بقى الأساسي هل الجولاني سيقاتل ولا الجولاني سيسلم هلأ بقى بتعرفوا مين جهاز المخابرات الأقوى لأنه إذا أمريكي ما بدو الجولاني يسلم سينزل الطيران الأمريكي معه والدعم الأمريكي للجولاني لإياتي وبالتالي لأنه في قرار من التحالف أنه سيتصدوا عسكريا بهذا المجروع وما عندنا هونيكي جيش حر ومدري شو كزا اللي حتى يفعلوا لسه اللي نظموا ولا حتى ينعملوا بدوا بدوا ست سبعة الشهور اللي يكونوا جاهزين هل الجولاني هل الجولاني يشتغل مع المقابرات الأمريكية أو مع المقابرات الروسية هذا المعركة اليوم ما فيكن تقولوا نحن لازم نعمل ماذا قلت لك أنت شو قلت لك ولا اللواء مية وخمسة حرس جمهور شو بيعمل يعني الجولاني بيمسحوا عن وجه الأرض يعني مزابطة يعني مزابطة بس الجولاني بدوا يسلم ولا ما بدوا يسلم هون لعبة الاستخبارات التركية والإيرانية والأمريكية والروسية والدولية والكذا والآخرية هون لعبة استخبارات حقيقية فهي حرب استخبارات نحنا ما يعني ما لنا غير دور متفرج شو بيسلم شو بيستلم شو بياخد شو بيصمد ولما بيصمد بس لدي لأول مرة تقاتل القاعدة إذا صار يعني مع الجيش الأمريكي معا الجيش الأمريكي اللي جاي ليحارب القاعدة يوقاتل مع القاعدة وين بجنوب إدلب يعني هلأ إذا صار هيك فبعتها حلوة اللابين شفتوا كيف فبتقول لي إنه عملنا وراء لك يا أخي الواقع على الأرض وانتو بمحل شي تاني الله يرضى عليكم يعني أنا حتى خلصت من الطفولة السياسية مرأت مراحل طويلة وأكلت قتل وانحبست وكذا الآخر يلا فهمت بعدين إنه إنه السياسة سيارة متكاملة زمنك مشغل متور ومتور مظبوط وبنزينات مظبوطين وفوتاسك مظبوط وصحن الدبرياج الشغال ومثري شو ودواليبك منيحة وخطع الشائط لحتى تمشي السيارة ساعتها بتسوق بالدركسيون بتوجه بتكون إلك السيارة أنت عمل سوق أنت يعني بدك تبني كل هايدي الأمور وتعود أنت تطلع سلطة منتخبة فوق الناس وبإيدك النهوازنات وبإيدك جيوش وبإيدك صلاحيات وبإيدك مدرش وساعتها بتعمل ورقة بحس لخطة بتحط خطة لأنك أنت عندك إمكانات لتنفذها أما قاعدين بفندق مستجرين وإجار دافع لكم أجار ودكتوري كالله يوجه لو يرزقه دافع لكم أجاره من شغله من عيادته يا حرام بيشتغل كل ما يجمع شوي بروح بيعمل في يوم مؤتمر المهم يعرف حاله والله يرضى عليك المهم هدول تعمل ورقة ترضي حالك أنا عم بشتغل أنا عم ساعد أنا عم حاول أنا كذا نبع ورقة ونبعث للدول ولا وعيد بيراه ولا حدا ينظر إلي لأنه تطلع فيها شو بده يعمل بالنهاية أنت عم تقول له يا زلمة بعاد جنودك وبعاد مصاري ما بده يبع جنودك ومصاري ما تعطي أحسن ورقة في العالم ما بده يشتغل لأنه ما عندهم كان مفاضي هلأ الهجوم الأوكراني فشل يعني إذا ما فشل يعني لحي فشل ليش لأنه بده مصاري شغلي بده مصاري وجنود ومين تحارب شو هيك الحرب يعني يجل تقول له تعطي ورقة هاي الورقة بدها تريليون دولار وبدها اشتباك مع الطيران الأمريكي والطيران المدرشو وكذا يعني شغلي لت مهيك اي شغلوا شغلوا يعني يعني حطوا فوتاس مصبوط وشتغلوا مصبوط اي فهيدي معارضة الهوب هوب طبعا فضي فوتاس ومتور مشغال وآخر شي يزو باندركسيون لو يبدك تروح ومتلك ده لدور وفتيل وكذا ذكروني الطفولتي السياسية يتبع